الست اللي انتوا شايفينها دي شاركت في واحدة من اكتر الجرائم رعباً في تاريخ مصر جريمة بتأكد ان الطمع والغيرة والحقد ممكن يكونوا اسوأ صفات في اي بني آدم ولكن كالعادة عشان ما طولش عليكم في الانترو عندي طلبين ادفوا النور وحطوا السماعات ويلا بيا نبدأ في القصة ولد باسمه اسامة توفيق صبور اتولد في الف تسعمية تلاتة وتسعين في محافظة الشرقية في مركز هايها واللي معروف عندهم في المركز انه من عيلة طيبة وما عندهمش مشاكل او خلافات مع حد ده غير انه هم كانوا ناس كويسين مادياً وبالذات من ناحية الام اللي اسمها زينب وهو ما شاء الله عليه من وهو طفل كان ولد زكي وكان مهتم يكون متفوق في دراسته عشان هو كان عنده حلم انه هو صغير والحلم ده انه هو يكون دكتور وفعلاً بعد ما خلص المدرسة ابتدى يمشي في الطريق ده عشان عارف يجيب مجموع يدخله طب جامعة الازهر وتخصص هناك بعد كده في قسم العزام وهو فضل يكتهد لغاية لما تخرج بتفوق من الجامعة واهله طبعاً كانوا فرحانين بيه جداً وبعدها جاله التعيين لمستشفة معها تناصر للبحوث والعلاج اللي موجودة في الساحل في القاهرة وعايز أقول لكم ان هناك برضو الناس كلها كابتحب عشان هو سمعته كانت سبقاة لدرجة انه أمه كابتقول عليه انه هو ملاك على شكل بني آدم لانه أسامة فعلاً حياته كانت بسيطة جداً يعني هو كان بيروح الشغل ولما بيخلص بيرجع البيت على طول عشان هو أحلامه كانت كبيرة وعايز يشتغل على نفسه يكون أحسن وهدف وقتها كان انه هو يشارك في عيادات مع دكترة تنين وهو فعلاً بمساعدة ودعم من أهله عارف يدخل كشريك في عمل عيادات متخصصة في العظام وشريكه كان واحد صاحبه من أيام الجامعة واسمه أحمد شحتة وعايز أقول لكم يا جماعة انه الدكتور أحمد ده كان عامل زي أخوه بالزبط وعشان كده أسامة ما كانش بيخبي أي حاجة عليه وحكاله عن حلمه وهدفه التاني وهو انه يعمل مركز طبي لنفس القسم بس يكون باسمه وقال له برضو انه أخوله في السعودية وافق يبعط له فلوس عشان يحقق حلمه ويفتح المركز وفي نفس الوقت ده الحاجة زينا بأم أسامة كانت طالع لابنها التاني في السعودية وبالمرة هناك تعمل عمرة وطول الفترة دي الأم كان بتتصل بأسامة يعتبر يوميا عشان تتطمن عليه ويعودوا يتكلموا مع بعض عن يومهم لغاية لما تكلموا يوم الحد اللي كان موافق أربعة يونيو وقال لها يومها انه هو معجب بواحدة في المستشفى وانه عايز يتقدم لها قريب وطبعا الأم فرحت قوي بالخبر ده وقالت له ان هي أول لما تنزل مصر هتاخده عشان يتقدموا لها وبعد ما قفل المكلمة دي مع والدته قال لواحد من زميله انه هو متفق مع واحد صاحبه انه حيجيله المعهد بكرة ويديله بدلة وجازمة وكرفتة عشان حيروح بعدها الفرح في التجمع الخامس ولكن فأسناء كلامهم مع بعض أسامة جات له مكلمة من حد مجهول وبعد ما تكلم مع الشخص ده شوية قال لزميله انه هو هيستأزل نص ساعة وحيجي على طول بس عايز اقول لكم ان من ساعتها أسامة مارجعش تاني واليوم اللي بعده جيه وصاحبه فعلا عد عليه زي ما اتفقوا ولكن هو لما راح ملقاش حد ولما ابتدى يسأل عليه الناس الناس اسألوله انه أسامة نزل من مبارح ومارجعش لغاية دلوقتي وطبعا طول الفترة دي لأم واخوه كانوا عملين يتصلوا بيه على طول بس أسامة ما كانش بيرد ولا يوم الاتنين ولا التلات ولا الاربع وحتى لما كانوا بيدخلوا حساباته على النت كانت الحسابات كلها شبه مقفولة وما فيهاش اي تفاعل خالص وغير كده محدش من قريبه كان عارف عنه اي حاجة فطبعا اهله كانوا هيتجننه هو راح فين وطبعا الام طول الفترة دي كانت عملة تقول طب هو حصل له مشكلة اتحبس عمل حدثة كانت يعيني قاعدة بتدور على اي معلومة توصلها لابنها وعشان كده قالت ان هي لازم تنزل مصر وتدور على ابنها بنفسها وصل بيها رئيس مباحس مركز هايها ورح لها عشان يستجوبها ويعرف كل التفاصيل بخصوص اختفاء ابنها وفعلا هي قالت له على كل حاجة تعرفها وبعدها رئيس المباحس خد اللابتوب بتاعه وفتش مكتبه وبص على كل الاوراق الموجودة فيه على امل انه يلاقي معلومة ممكن تفيده وبعد ما خلصوا مشيو عشان يكملوا التحقيق في الموضوع ده بس عايز اقول لكم ان بعد عشر ساعات بالزبط امه اسامة جت لها مكالمة والمكالمة دي كان بتقول ان هي تيجي المشرحة عشان تاخد جثة ابنها انا لعندي الان في حالة زهول ومش جادرة تصور ان ابني راح من ايدي لعندي الان ما اني بكلمك انا في حالة زهول يعني مش جادرة سدق ان ابني مش عادة يخش علي يومات مش جادرة سدق وفاك مش جادرة سدق ليه لان الولد ده كان عملة ندرة الولد ده كان عملة ندرة طبعا من ساعة المكالمة دي الام جلع حالة من الزهول والصدمة عشان هي ما كانتش مصدقة ان ابنها يكون هو اللي موجود في المشرحة اكيد غلطه او اكيد فيه اي حاجة وفعلا هي رجبة العربية وراحت مشرحة زنهم وهناك للأسف كل ما خوفها كانت صح عشان هي فعلا لقيت جثة ابنها بس ازاي احنا وصلنا للحتة دي الشرطة عملت ايه في العشر ساعات دول استعدوا يا جماعة عشان التفاصيل الجاية من القصة هتكون فعلا مرعبة اول حاجة البوليس عملها كانت انهم راحوا للمستشفى اللي اسامة شغال فيها وهناك من خلال كاميرات المرأبة عارفوا يأكدوا هو ام تدخل وخرج منها وبعد كده هم حاولوا يتتبعوا تليفونه عشان يعرفوا ايه هي اخر منطقة كان فيها قبل ما تليفونه يتقفل خالص وهنا اكتشفوا انه هو كان في منطقة الساحل فروض الفرق المكان اللي في العيادة اللي كان بيعملها مع زميل واحمد شحتة وفعلا هم راحوا واول لما دخلوا العيادة ملقوش فيها غير دكتور واحد جوا وساعتها سألوها ع الدكتور اسامة او احمد شحتة ولكن رده كان غريب عشان هو قال لهم ان الاتنين دول بقالهم فترة مختفيين وما حدش يعرف عنهم اي حاجة بس هو كان فتح العيادة لغاية لما حد منهم يظهر وبعدها الشرطة بتدت تفتش العيادة بس مع انهم ملقوش اي حاجة في الاول هم لاحظوا ان المكان ريحت وحش قوي وما كانوش عارفين اي مصدر الريحة دي وغير كده هم شافوا جبسه اعمال بنا موجودة في المكان وساعتها رئيس المباحث سأل الدكتور على الحاجات دي بس الدكتور قال له ان هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده عشان هو لما دخل العيادة لقاهم موجودين فبعدها راحوا وسألوا صاحب الشقة ذات نفسه وساعتها صاحب الشقة قال ان الدكتور احمد شحتة هو اللي كان طالب الحاجات دي ولكن هم عارفوا اسم المحل من الراجل وفعلا راحوا المحل حدد الشريف وعارفوا من الراجل ان احمد لما اشترى الحاجات دي ما كانش لوحده عشان هو كان معاه راجل مجهول تاني وانهم اصلا طلبوا الحاجات دي من شهور مش من قريب وساعتها رئيس المباحث رجع العيادة تاني وابتدى يدقى اكتر وهو بيشوف كل حاجة لغاية لما عينه جات على منطقة معينة عشان في الحتة دي كان فيه بلاط شكل مختلف عن بقية البلاط الموجود في الشقة كلها واللي خلاه يشك اكتر ان البلاط الجديد ده كان فقيس الجادة بمعنى انه محطوط عشان يخبي حاجة او ممكن يكون عشان الدكتور اسامة عنده اسواس قهري وما كانش مستحمل الشكل ده او ممكن يكون فيه سر تحت البلاط ده وعايز اقول لكم انه هما لما شالوا ببلاط وحفروا لقوا جزة اسامة اللي كان باين عليها انها مدفونة بقى لها كتير وساعتها شلوة دول المشرحة عشان يعرفوا اللي حصلوا من فريق الطب الشرعي والتقارير بيينت ان عليه كدمات بسيطة بس ده ما كانش سبب الموت عشان السبب كان جرع زيادة من المخدر الشرطة بعدها رجعت تاني الكاميرات المرأبة وحاولوا يتتبعوا تحركاته من ساعة تم خرج من المستشفى وساعة هفضله يمشوا وراه لغاية لما شافوا الدكتور اسامة طالع وماره وكان باين عليه ان هو كويس جدا وشكله كان عادي ساعتها وبعد فترة تلاتة نزلوا من الشقة دي احمد شحتة وراجل مجهول ومعهم اسامة على كرسي متحرك ولبسه كان متغير وشكله كان متخضر او ميت اللي البوليس عملوا بعدها كانوا انهم راحوا للعمارة وفرغوا الكاميرات بتاعتها وشافوا في الكاميرات ان فيه واحدة ستة غريبة دخلت وبعدها الدكتور احمد شحتة طلع وكان معاه شخص تاني مجهول ولكن الفيديوهات دي ما نزلتش في اي حتة وكل اللي موجود هو الفيديو بتاع الدكتور اسامة وهو في طريقه للعيادة على كرسي متحرك وفي خلال ساعات عارفوا ان البنت اسمها امان محمد والشخص المجهول اللي كان مع الدكتور كان ممرد اسمه احمد فرق وطبعا اول لما عارفوا هم مين ابتدوا يدوروا على اماكن التلاتة دول وفعلا عارفوا يلاقوا امان اول واحدة وساعتها كان في بيت اهلها اللي كان موجود في الشرقية وبعدها لقوا احمد شحتة اللي كان في محافظة المينيا في الصيد وبعدها لقوا الممرد اللي كان معاه اللي هو احمد فرق وفعلا الشرطة فتحت معهم التحيات وعايز اقول لكم ان امان هنا حكت حاجات فعلا صدمتني عشان البنت قالت ان هي متجوزة الدكتور احمد جواز عرفي بس المشكلة ان ما فيش اي وراء يثبت حاجة زي كده وانهم اعلنوش عن جوازهم عشان المشاكل المادية اللي كانوا فيها ساعتها وعايز اقول لكم ان المشاكل دي هي اللي خلت الدكتور احمد تجيله فكرة شيطانية وهي انه يخطف صاحبه الدكتور اسامة ويطلبه من اهله فدية بحوالي 200000 دولار عشان فاكرين لما قلت لكم ان اخو اسامة كان بيساعده في الفلوس وفاكرين لما قلت لكم ان اسامة كان بيقول كل حاجة لاحمد عشان كم امنه وفعلا للأسف هما بدأوا في تنفيذ خطتهم الشيطانية واول حاجة عملها ان هو جاب خط تليفون جديد لامان وقال لها على عنوان شقة اجار وبعدها خلاها تكلم الدكتور اسامة على اساس ان امها مريضة ومش بتعرف تتحرك من البيت وانها محتاجة كشف منزلي وانها بتتصل بيه تابع الدكتور احمد وبحسنية الدكتور اسامة فعلا راح عشان يعالجها وحتى كاميرات المرأبة كانت مبينة ان هو كان بيمد عشان يوصل بصرها واللي اكد الكلام ده كانت الكاميرات الموجودة في الشقة المتأجرة اللي كانوا نويين يخطفوا اسامة فيها عشان احنا شايفينه وهو طالع كويس وبعد كده مرة واحدة نزل في كرسي متحرك وعرفوا من ايمان ان هم ضربوا اسامة وقهربوه عشان يخوفوا منهم وبعد كده حقنوا بمخدر ولما نزلوا من الشقة عشان ينقلوا العيادة ابتدوا يحسوا ان هو خلاص حيفوق وساعتها حقنوا لتالت مرة ولكن المرة دي البنج كان كتير قوي لدرجة انه ممكن يدخلوا في غيبوبة او يسبب له سكت قلبية وعشان كده هم اول لما وصلوا للعيادة هم حفروا حفرة ودفنوا حي طبعا اول لما الجريمة المظلمة دي ظهرت للنور الدنيا كلها تقلبت والقضية تحولت لقضية رأي عام وكل الناس كانت شايفة ان التلات متهمين دول كانوا طمعانين في فلوسه بس الدكتور احمد ما كانش طمعان بس هو كان عنده حاجة اسوأ بكتير وهي الغيرة عشان الناس كلها كانت بتحب الدكتور اسامة وبيلبس احسن لبس وماسك تليفون غالي وده ممكن يكون دايق احمد عشان هو كان في ازمة مالية ساعتها والمرعب انه هو قبل ما يعمل الجريمة دي الدكتور احمد كان عنده كزا عيادة في نفس المنطقة والدكتور اسامة كان عنده واحدة بس فالطمع وحش النهاردة احنا بنرحب بالدكتور احمد هو نور شارع كورنيش النيل بالوراء بصراحة يعني جنب المسجد على طول تلاقينا في نور كده الاسم كان عامل رونك ان شاء الله يبقى اسم وفعل وفي 2 سبتمبر 2023 التلات متهمين كانوا في القفص وعايز اقول لكم ان الجلسة دي تقال فيها حاجات كتير اولهم لما القاضي خرج التلات متهمين وسألوا احمد شيحة على اللي حصل وهل فعلا هم قتلوا اسامة ولا لا وساعتها احمد رد وقال ما حصلش وانهم ما قتلوش حد ولما سألوا احمد فرج وامان قالوا نفس الكلام بس الغريب هنا ان هم كانوا اعترفوا بكل حاجة قبل كده في التحقيق وما كانش مجرد كلام بس هم قالوا كل تفاصيل الجريمة فازاي دلوقتي بيطلعوا يقولوا ان ده ما حصلش وانا دلوقتي عايز اقول لكم على الحاجة غريبة وهي ان محامي ايمان طلب ان هم يفرجوا عنها وطبعا المحكمة رفضت الطلب ده ووقت ما كل ده كان بيحصل زينب ام اسامة كانت عايزة تطلع قدام وتشوف القتلة بعنيها وفي الاخر القاضي نبه عليهم ان الجلسة الجاية حتكون الجلسة اللي من الاخر هيحددوا مصير المتهمين فيها ومعادها هيكون في 3 اكتوبر 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر